بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي قناة عين التعليمية أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء وطالبات العزيزات معكم معلمة صعوبات التعلم سارة منصور بن حميد رح نتعرف إن شاء الله على مد الألف الخاص لجميع المراحل الدراسية لمادة صعوبات التعلم للفصل الدراسي الثالث حتى نستفيد سويا من الدرس هناك تعليمات للصف الافترابي سوف نتفق عليها تعليمات التعلم عن بعد أجلس في مكان هادئ أتأكد من الاتصال بالإنترنت أجلس جلسة صحيحة أستمع بتركيز هدفنا العام لهذا اليوم معرفة الطالب والطالبة قراءة وكتابة مد الألف حروف المد طلابي وطالباتي تتكون من ثلاثة حروف أولا مد الألف مد الواو ومد اليا إذن عدد حروف المد ثلاثة حروف وسوف نتعرف إن شاء الله في هذا اليوم على مد الألف مد الألف عبارة عن صوت طويل تسبقه حركة الفتحة وتأتي في وسط وفي آخر الكلمة إذن ما اسم هذا المد؟ ممتاز إذن مد الألف نطبق درسنا لهذا اليوم بالمحسوس نلاحظ شيء طلابي وطالباتي هذا الحرف حرف ماذا؟ حرف البأ بحركة ماذا؟ ممتاز بحركة الفتحة لاحظوا صوته بأ تلاحظون حركة قصيرة أم طويلة؟ بأ ممتاز إذن حركة قصيرة نلاحظها عند إضافة الألف ماذا تصبح؟ بأ ماذا تصبح؟ بأ حركة طويلة أم قصيرة؟ ممتاز إذن حركة طويلة لاحظوا هنا بأ وهنا بأ سوف نستخدم وأستخدم المطات تلاحظون طلابي وطالباتي المطات ما حاله؟ إذن يتمدد ما حاله لاحظوا؟ يتمدد نلاحظه أثناء القراءة بأ حركة قصيرة ولكن بحركة البأ ماذا تصبح بحركة البأ؟ بأ إذن ماذا تلاحظون؟ بأ أحسنتم إذن تمدد معنى وأصبح حرف ما به؟ ممتاز حرف ممدود إذن بأ بأ ما هي الحركة الطويلة؟ ممتاز إذن حرف البأ بمد الألف حركته تعتبر حركة طويلة طلابي وطالباتي ما هي الحركة التي تسبق المد؟ ممتاز ممتاز إذن حركة الفتحة إذن مد الألف لابد أن يسبقه حركة الفتحة ممتاز لاحظوا شكل فمك أثناء النطق هنا بأ وهنا بأ ما هو شكل فمك؟ ممتاز شكل فمي بهذه الطريقة شكل فمي مفتوح قليلا بهذه الطريقة إذن بأ باب نضعها في كلمة أحسنتم إذن باب ممتاز إذن طلابي وطالباتي ماذا يسبق مد الألف؟ أحسنتم حركة الفتحة لاحظوا طلابي وطالباتي أين مكان المد الألف؟ أين مكانه؟ ممتاز إذن مكانه في وسط الكلمة دائما المدود تقع في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة ولا تكتب في أول الكلمة لأنه لا بد أن تسبقها حركة لا بد أن تسبقها حركة ماذا؟ ممتاز حركة الفتحة شاهدوا الآن طلابي وطالباتي هذه الصورة صورة ماذا؟ أحسنتم إذن تفاح إذن تفاح نلاحظها بالنطق بالكتابة تفاح تفاح أين الحرف الممدود التي تم مده تفاح أحسنتم إذن حرف الفا حرف ممدود وما هي الحركة المناسبة؟ ممتاز إذن حركة الفتحة فتحة إذن مد الألف تسبقها حركة؟ ممتاز حركة الفتحة وصوتها قصير أم طويل؟ أحسنتم صوتها طويل وما هو شكل فمي؟ ممتاز شكل فمي مفتوح قليلاً إذن قاعدتنا لهذا اليوم عبارة عن صوت طويل تسبقه حركة ممتاز الفتحة وتأتي في وسط وفي آخر الكلمة مثل سافرت رنى إلى الدمام إذن رنى في آخر الكلمة أحسنتم طلابي وطالباتي إذن طلابي وطالباتي مد الألف عبارة عن صوت ماذا؟ أحسنتم صوت طويل تسبقه حركة أحسنتم حركة الفتحة ومكان مد الألف ممتاز في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة أحسنتم تشاهدون صورة ماذا؟ ممتاز إذن كتاب كتاب نلاحظها بالنطق كتاب كتاب أين الحرف الممدود؟ أحسنتم إذن حرف التا حرف ممدود وما هو حرف المد الموجود؟ أحسنتم مد الألف ماذا يسبق مد الألف؟ ممتاز إذن حركة الفتحة أحسنتم بارك الله فيكم نقرأ هذه الجملة دعا ناصر ربه ممتاز إذن دعا تكونت من ماذا؟ من مد أين مكان هذا المد؟ أحسنتم في آخر الكلمة تسبقها حركة ماذا؟ ممتاز حركة الفتحة ناصر إذن أين مكانها؟ أحسنتم في وسط الكلمة وتسبقها حركة؟ ممتاز حركة الفتحة بارك الله فيكم طلابي وطالباتي هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا فكر وجاود أكمل الحرف الناقص في الكلمة تشاهدون صورة ماذا؟ ممتاز صورة زرافة أحسنتم ماذا ينقصها؟ زرافة ممتاز إذن مد الألف مد الألف تسبقها حركة ما هي هذه الحركة؟ ومكانها فوق الحرف ممتاز إذن زرافة حركة الفتحة أحسنتم وقعت في وسط الكلمة تشاهدون صورة ماذا؟ الصورة الثانية ممتاز إذن ساعة أحسنتم إذن ممتاز إذن كلمة ماذا؟ أحسنتم إذن ممتاز إذن نكتبها بخط جميل؟ نكتبها في دفاترنا بخط جميل؟ إذن ساعة أحسنتم وقعت في وسط الكلمة تسبقها حركة ماذا؟ أحسنتم حركة الفتحة أريد منكم كتابة الكلمتين بخط جميل اتفقنا؟ إذن اتفقنا ممتاز طلابي وطالباتي وفي الختام ماذا تعلمنا؟ أحسنتم تعلمنا على حرف من حروف المد وهو مد الألف ومد الألف صوته قصيرا طويل ممتاز عبارة عن صوت طويل وتسبقه حركة ممتاز حركة الفتحة ومكانه في وسط وفي آخر الكلمة أحسنتم طلابي وطالباتي توصياتي لأولياء وطلاب وطالبات صعوبات التعلم التدريب المستمر والمراجع على فترات منظمة وغير متباعدة استعمال المحسوس ثم الصور ثم المجرد خلق بيئة محفزة بالتعزيز والتشجيع بأنواعه وفي نهاية درسنا لهذا اليوم أشكر لكم حسن استماعكم وأسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم كنت معكم معلمة صعوبات التعلم سارة منصور بن حميد